اشتركوا في القناة 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 اذا ذهبت تهديك اذا نمت تحرسك واذا استيقظت فهي تحدسك هنا كرامة من الله للمرأة بصفة عامة وللزوجة بصفة عامة ايضا مرة تاني في سفر الامثال برضو يقول اسمع لابيك الذي ولدك ولا تحتقر امك دايما ربنا بيدي الوصيل الاب والام للزوج والزوجة للرجل المرأة ومن اجمل الايات اللي بتتكلم عن مكانة المرأة في كتاب مقدس لما يقول ايضا في سفر الامثال اسحاح 14 ان حكمة المرأة تبني بيتها وكأنه بيضع عبء كبير على المرأة في بناء البيت والبناء البيت هو كل شيء في حياتنا الاسرية وايضا بنجد امثلة عظيمة جدا للمرأة في كتاب مقدس مريم النبي اخت موسى النبي واخت هارون ودورها في حياتهم ودورها في شعب بني اسرائيل نقبورا للقاضية التي قدت لبني اسرائيل فترة من الوقت وكانت بتقودهم حتى في الحرب بالمساعدة مع براق كذا ايضا اتكلم كتاب مقدس عن خالد النبي عن حنى ام صمويل كلها نمازج للمرأة المتميزة في العهد الجديد ايضا القديسة الاسباط ودورها مع السيدة العذرة السيدة العذرة التي فاقت كل القديسين وفاقت كل الرجال حنى النبية اللي ذكرها انجيل لوقة شخصية متميزة في العبادة وفي العمل الروحي كمان بنشوف ان السيد المسيح تم بالمرأة تمام خاص في فترة كرازته السيد المسيح مدح ايمان المرأة الكنعانية السيد المسيح اكرم المرأة السامرية السيد المسيح كمان سمح للمرأة في حياته على الارض اكتر من مرة انها تأتي وتقترب اليه وتطيب جسده بالاطياب ثلاث مرات يوسكو الكتاب المقدس الحكاية السيد المسيح ايضا التقى بالمرأة وكرم اوي 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 مشاعرها وكرم اوي اوي احساسها وهو في طريق الصليب لما قال لهم لات يا بنات ورشاليم لات ابكيني علي بل ابكيني على انفسكن ونجد ايضا ان المرأة خرجت لكي تودع السيد المسيح وكانت متأسرة جدا جدا في طريق الصليب ايضا مريم المجدلية ومريم الاخرى ودورهم في احداث القيام كل دي تشير الى مكانة المرأة في العهد الجديد ايضا في سفر عمال الرسل في يوم الخمسين وكانت الستة العذرة والمرأة لها والسيدات لهم وجود ايضا لما استقر الروح القدس الكنيسة كلها بتؤمن ان كان في مواهب اخدوها ايضا بعض النساء وكان لهم دور في الكرازة بسفر عمال الرسل يتكلم عن الكنيسة الاولى هؤلاء كانوا يوزبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام ياسوع مع اخوتهم شركة حققية في الكنيسة بنسمع عن ليديا بقاعة الارجوان في عمال ستاشر ونسمع عن الزوجين برسكيلة واكيلة ودورهم وهكذا ما قاله بولس رسول لتيموساوس عن امه افنيكي وجده جدته الليويس ودورها معهم الكتاب مقدس ساوى بين الرجل ومرأة في كل شيء كرامة المرأة لما بيقول بولس رسول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب لما معلمنا بولس رسول يقول كده كونوا بساكنين بحسب الفطنة مع الاناء النسائق الاضعف معطينا اياهن كرامة كالوارسات ايضا معكم فهما لهم ميراس سماوي نحن نقف قدام كتاب مقدس وهو بيتكلم عن كرامة المرأة ومكانتها والزوجة ودورها بنعرف من كتاب مقدس ان نظرتنا لابد ان تكون نظرة كتابية ولا نتأثر بما نراها في بعض المجتمعات اليهود لهم نظرة سيئة جدا جدا حسب تقاليد التلمود وما كتب عليه عن المرأة بعض الاديان بيحقروا من المرأة ويعتبروها مجرد اناء للمتعة واناء الجسدي وخلاص لكن الكنيسة والمسيحية تنزل للمرأة على انها شريك اساسي في المجد السماوي وشريك اساسي في القرامة ومكانة في الكنيسة وفي الاسر ايضا وهنا نقف علشان نبدأ مرة تاني في اللقاءات تانية عن امور اكثر تخصيصا في مكانة المرأة ونظرة الرجل المرأة وما يجب ان يعرفه الرجل عن زوجته والله لنا المجد دائما ابدا امين اشتركوا في القناة